ونقاش تداعيات رسالة الظواهر التي تكشف ضعف القاعدة معنا من العاصمة المصرية القاهرة السيد أحمد بن خبير في الجماعات المتشددة سيد أحمد مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا التصريحات الأخيرة لأيمن الظواهر التي تخص مصر إلى ماذا تدل إن أخذنا بعين الاعتبار تأثير على الجماعات المتشددة إن عدم هذا التأثير حتى على فروع القاعدة في العالم يعني أتصور أن أيمن الظواهري هو الشخص الأضعف الذي خلف أسامة بن لادن افتقر أيمن الظواهري لكل مقومات قيادة هذا التنظيم بمن عكس على سلوك هذا التنظيم ومجموعاته أو فروعه بالأخرى حول العالم تحولت القاعدة من تنظيم عابر للحدود تنظيم قوي مركزي إلى حد كبير يأتمر بأوامر القيادة المركزية على عهد أسامة بن لادن إلى تنظيم يتشزى وتعلن مجموعات والانفصال عن القاعدة على أمل اللحاق بالعملية السياسية كما جرى في سوريا عندما انفصلت جبهة النصرة عن القاعدة وتسمت باسم جديد في محاولة لإتاحة فرصة لأن تكون لاعباً في الساحة السياسية في تطورات قادمة هذا الانقسام لم يكن الانقسام الوحيد بل شهدنا انقسام القاعدة حول العالم فروع القاعدة لم تعد تأتمر بأوامر أيمن الظواهري الذي افتقر إلى قدرات بن لادن أو الكارزمة التي ميزت بن لادن وحضوره في التأثير على فروع التنظيم وبناء خطته التنظيم بشكل عام تنظيم القاعدة تعرض لضربات كبيرة ونوعية ساهمت خطة الولايات المتحدة في اقتناص الزعامات القوية أو العناصر القيادية القوية داخل التنظيم حيث تكفلت آلية الطائرات بدون طيار التي تحركت في عدة دول واستاضة قيادات القاعدة المهمة عبر سنوات طويلة منذ أحداث 11 سبتمبر وحتى الآن لم تتوقف هذه الرحلات التي نجحت في تقليص الهيكل القيادي داخل القاعدة إلى حد كبير وأصبح أيمن الظواهري يطل من الآن إلى آخر ليذكر الناس بأن هناك تنظيما اسمه القاعدة عبر هذه البيانات الإعلامية يدخل الآن على حالة السيولة في المشهد الجهادي أو مشهد الجماعات الإسلامية الحركية ليحاول التنافس مع تنظيم داعش في محاولة كسب عناصر جديدة قد تحفر له مكان في عالم الجماعات المتطرفة التي تلفز أنفسها في العديد من الأماكن سيد أحمد بالإضافة إلى ما ذكرت حضرتك إذن هل تؤيدون من يقول أن التصريحات المتوالية المكررة الأخيرة لأيمن الظواهري يحاول من خلالها إبراز نفسه على الساحة وإبراز تأثير على من لم يعد يؤثر عليهم أنا أتصور أن المسألة تأتي في سياق محاولة ليس تجنيد عناصر جديدة فقط من الإخوان بل استقطاب عناصر جديدة للقاعدة التي تصورت أن انسحاق أو انكسار أو انتهاء ما يسمى بدولة داعش أو خلافة داعش يؤشر لعودة جديدة للقاعدة أو أن تعود القاعدة لتمثل إلهام لدى هؤلاء المقاتلين وبالتالي هو يصدر نفسه كزعامة لما يسمى بالطيار الجهادي إذا جازت التسمية عبر هذه الرسائل التي يحاول استثمار حالة السيولة التي ضربت المشهد الإسلامي الحركي أو أتيه الفكري والتنظيمي الذي ضرب مجموعات داعش ومجموعات الإخوان هو يحاول أن يطرح نفسه كزعيم قادر على جمع شتات هذه الحالة رغم افتقاره لهذه القدرات التي لم تمكنه في السابق من الحفاظ على بنية القاعدة أو على قرارها أو على تأثيرها في المشهد سواء في الأخطار أو في الإقليم أو في العالم يحاول أن يطرح نفسه كزعيم أيمن الظواهري كما أشرت حضرتك إذن هل تجدون أنه فعلا أيمن الظواهري أصبح خارج حسابات القاعدة في جميع فروحها حول العالم كونها هي من تخطط لنفسها الآن يعني أتصور أن الزعيم الأقوى ربما في المنافسة معه الآن هو الجولاني الذي استطاع أن يعيد شتات الحالة رغم الانقسامات التي حصلت في جبهة النصرة إلا أن هناك منافسة حقيقية بينهما على وراسة ما تبقى من هذا التنظيم الذي لن يعود تنظيما عالميا مركزيا قويا بقيادة مركزية قوية بخطة عامة بل هي مجموعات متناسرة قد تستلهم بعض الأفكار لكنها لا تتوفر على بناء تنظيم متماسك أو سياقات فكرية متماسكة وهذا ما يؤشر لانتهاء هذه الظاهرة التي ربما تنبأ بها الكثيرون من قيادات القاعدة ذاتهم وأبرزهم أبو مصعب السوري الذي تحدث عن هذا السيناريو ربما قبل أكثر من عشر سنوات أو أكثر تحديدا في العام 2002 عندما قال بوضوح أننا انهزمنا وأن مشروعنا هزم وتراجع وأن الحل يكمل لديه في استعادة حالة من حالات النكاية عبر مجموعات تناوش مع الحكومات والدول لكن من غير المنظور أنها قد تستطيع تحريك هذا المشهد أو إحراز انتصارات كبيرة أو أن تؤسس لنفسها موقعا مهما في ساحة ما يسمى بالجهاد الإسلامي أو الجهاد المسلع شكرا جزيلا لك من القاهرة حدثنا سيد أحمد بان خبير في الجماعات المتشددة